على وجه السرعة يقرر القائمون على برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة توسيع عملياتهم في سوريا لتشمل كلا من إدلب وشمال حمان قرار جاء بعد تقييم المنظمة للوضع الإنساني شمال البلاد هناك حيث يشهد المدنيون أشرس حملة عسكرية تشدنها ميليشيات أسد منذ نيسان الماضي تسببت بالنزوح ما يقارب نصف مليون شخص ناهيك عن مقتل المئات توسيع العمليات في سوريا بحسب تقرير صادر عن البرنامج الأممي يعني توزيع مساعدات غذائية لنحو 823 ألف شخص تضرر من التصعيد العسكري الأخير على أن تكون أيام شهر حزيران الجاري أقصى موعد لتنفيذ ما هو مقرر التقرير نفسه أكد أن الحاجة للمساعدات الإنسانية تتزايد منذ شهر أيار الماضي كما أن فرق الإغاثة التابعة لها تعجز عن الوصول لنحو 7000 شخص يحتاجون مساعدات فورية في إدلب وحمى لانعدم الأمن فيهما هذا القرار يأتي بعد فترة من تحويل عمليات برنامج الأغذية العالمي خارج حدود إدلب وحمى لاجتداد العمليات العسكرية فيهما لكن ورود تقارير عن تحرك النازحين نحو الشمال بعيدا عن البلدات والقرى المتاخمة لخطوط القتال جعل إعادة تفعيل نشاطه ممكنا نشاط لم يكن غائبا بشكل كليا عن المشهد بحسب المنظمة التي كشفت أن مساعداتها وصلت خلال شهر أيار الماضي لنحو 200 ألف شخص تضرر من العمليات العسكرية المذكورة